وفي ذات الشأن تؤكد البحرين دوما على جدارتها في استضافة كبرى المؤتمرات التي تسلط الضوء على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والمنادية بضرورة نشر ثقافة الإخاء الإنساني بغض النظر عن الدين والجنس والعرق وخارجيا يتعظم دور البحرين ويتعالى صوتها الحكيم في مشاركاتها الدولية الفاعلة المستندة على مبادئ الحوار والسبل السليمة في إنهاء الأزمات والحروب والنزاعات وحثها على تدعيم ركائز التأخي والتفاهم واحترام الآخر من على عرض المنامة تنشط لغة الحوار وتبرز صور التآلف بين الأفراد والجماعات ضمن إطار من الأخوة الإنسانية في تقبل الآخر ليكون متموضعا في دائرة التعايش الحقيقي بشكل يؤدي إلى ازدهار المعالم في بيئة سمحاء يكون الاعتدال واضحا في سياستها وفي منطقها الداخلي والخارجي التحادث فيها سلس وطبيعة الأفكار متقاربة حتى وإن اختلفت بعقيدتها وجنسها ولونها لترسم جميل صور الإخاء الإنساني وهذا ما يعطي الحق للبحرين في أن تكون منارة عالمية مدافعة عن قيم الحوار الذي يوسع من نطاق التعارف الإنساني ويعطيها الحق أيضا في منحها للقب حاضنة مختلف الأديان والأعراق عن واقع جميل يظهر جليا من خلال استضافة كبرى الفعاليات ومشاركتها في متنوع المؤتمرات التي تنادي باحترام الحريات البشرية على اختلافها ومضات لن تقف عند نطاق المجتمع الداخلي للبحرين فأرض الخلود لطالما كان وما زال شأنها يتعاظم وسناء دورها الفاعل خارجيا أيضا يتعالى بصوته الحكيم من خلال حرصها المستمر في أن تكون ضمن الرزمة الدولية التي لا تنكسر مستندة على مبادئ الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية في إنهاء الأزمات والحروب والنزاعات وتسوية الإشكاليات والقضايا الشائكة لتسارع في انتهاج سبل التآخي والتفاهم وفي احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن تكون رقما مهما وذات قيمة فاعلة في الشراكات التي تنهض بها مع دول العالم الأخرى وتحديدا في إعلان التزاماتها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي التصعيد وتجنب المواجهات وبإعادة توظيف الجهود العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف وبالعمل المشترك والمنسجم على معالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من منظور إنساني ضام يضع في اعتباره رعاية المصالح العالمية وخير البشرية ورفعتها لينعم كل إنسان بالحياة الكريمة والمطمئنة في عالم أكثر استقرارا وأمنا لتلفزيون البحرين محمد الشادات